فانان شهر تايمز بتقول شرعية السيسي مجوفة والاستفتاء أفضل من مصرحيته يعني عايزة تقول في التقرير بتاعها أنه لو كان عمل استفتاء عليه نعم أو لا كان أفضل من المصرحية اللي عملها لأن ما فيش منافسة وخالية من أي مشيرة لأن السلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلا من الانتخابات اللي بدون منافس والصحيفة قالت أن السيسي وبوتين قدم نسخة كتابية عن كيفية إجراء مصرحية انتخابية حيث قام بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية إلا أن تلك الشرعية مجوفة لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي لحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض إلا أن ماضي مصر يحمل درسا مهما وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية جيروزالين بوست والإسرائيل بتقول بعد انتهاء الانتخابات المصرية هل تحدث مظاهرات في مشهد من فيلم الحب فوقها ده بطل أهرام للعبقري أحمد زكي وهو عن قصة النجيب محفوظ في الفيلم ده أحمد زكي نزل قهوة القهوة اللي في الزمالك اللي قدام ناس الزباط دي بتاعة عبد الناصر على سؤال عبد الناصر وراح لكاتب كبير واشتكاله يعني وهو خارج من القهوة بيقول هم كدبين وعارفين إن هم كدبين وعارفين إن إحنا عارفين إن هم كدبين ومع ذلك بيجدبوا مشهد مشهور قوي في الفيلم لكن الحقيقة أنا بس قبل ما أخلص من اللي ألوى علينا في الخواجات يعني ده نموذج لما تهزمنا في سنة وستين كانت صدمة للعالم العربي كله لأن الحكم العسكري وهم المصريين بإنهم خلاص هموا السحاب حاجة واحدة لما جات الهزيمة اتصدم المصريين والعرب كلهم وكتب نزار قباني هوامش على دفتر النكسة أنا مش أقولي القصيدة لكن وأنا بشوفي الصحافة العالمية افتقرت الشطرة دي من هوامش على دفتر النكسة الناس بره يا جماعة بيشوفوكم كأنكم أهل الكاف الناس بره بيشوفوكم كأنكم أنا آسف جدا والله العظيم قرود أنا باعتذر وأكرر اعتذاري للشعب العربي والمصري الناس بره شايفانا مجموعة من الزئاب أو الزباب الغريب أن الكلمتين دول قالهم نزار قباني بعد هزيمة سبعة وستين والقصيدة دي اتمنع نزار قباني بسببها من دخول مصر فالشطر الرقم 13 في القصيدة بيقول إيه نزار قباني خمسة آلاف سنة ونحن في السرداب زقوننا طويلة نقودنا مجهولة عيوننا مرافق للزباب يا أصدقائي جربوا أن تكسروا الأبواب أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأثواب يا أصدقائي جربوا أن تقرأوا كتاب أن تكتبوا كتاب أن تزرعوا الحروف والرمان والأعناب أن تبحروا إلى بلاد الثلج والضباب فالناس يجهلونكم في خارج السرداب الناس يحسبونكم نوعا من الزئاب الناس فكرانا الخواجات شايفيننا بره والله زي ما قالنا الزار في 67 نوع من الزئاب نوع من القرى ده بس الشعب اللي يتعمل فيه الأعمال دي الشعب اللي يبقى فيه كمية المعرضين دول الشعب اللي يطيبط فيه على الشاب عشان صور فيديو للجنة الشعب اللي يقفل جورنال أو يحاكم رئيس تحليل جورنال زي المصر اليوم عشان كتب حقيقة أن الدولة تحشد يبقى نوع من الزئاب الشعب اللي رضي أن الدولة تطلع له واحد اسمه موسى مصطفى موسى واتطلعه في الانتخابات كده في 24 ساعة يبقى نوع من الزئاب الشعب اللي رضي أنه ينزل الانتخابات ما فيهاش منافسين بجد زي شفيق وعسيبك من إخوان شفيق وعنان يبقى الشعب فعلا نعمل القردة فبرى الغرب وده أخطر ما في الموضوع الغرب بره شايف أنه أنتو زي السيسي يعني السيسي مناسب ليكوا قوي ما تقول ليش ده نظرتهم من خمس تلاف سنة لأن عايز أقولك أنه في 25 يناير كانت السياحة بتنزل عشان تتصور في الميدان التحرير كان الناس متصوروا مع المصريين على أننا فرعنا على أننا حاجة ما حصلناهش في التاريخ أنت لما كنت توقف تقول أنا مصري في 25 يناير كانت الناس تحتفي بيك قوي النهاردة الناس عارفة المصرحية وشايفها كويس جدا وشايفة أن الراجل زي ما قال أحمد زكي بيجدبوا وعارفين إن هم كدبين وعارفين إن إحنا عارفين إن هم كدبين فالخواجة بره يبصلك على أنك أنت نوع من القردة اللي لها حاجة وراء كده اللي هي بيسموها قردة البنبو تقريبا أو حاجة كده نوع من القردة كده اللي كنا بنوع من تفرج عليه ونلميل الموزة وبتاع في حاجة حمرة فيه الناس بتتفرج عليكم كده والله العظيم أنا مش بقول لك يعني أنت أقول لي واحد أي واحد دنماركي وكان متابع الأحداث دي يقول له أنا مصري هيتعامل معاك على أنك أنت ربما إنسان نياندر تال اللي هم يقال إنه نوع من أنواع الإنسان الأول قبل أن يرتقي يصبح الإنسان العاقل هيتعامل معاك على أنك دقونك طويلة ونقودك مجهولة الجنيه بتاعك بقى بـ 18 جنيه خرب بيتك أنت متخيل نفسك لو رحت للصرافة في باريس أو روما أو حتى أي حتى وطلعت له الجنيه هيبص فيه كده وقول له ده إيه ده ده بتاع إيه ده فتقوله دي عملة يقولك لا دي عملة مش عملة يا راجل ما فيش عملة عندي بالشكل ده تخيل نقودنا مجهولة زقوننا طويلة الناس في خارج السرداب يحسبونا نوعا من الزئاب أنت منظرنا بقى كده منظر مصر مش مصر مش القاهرة اسكندرية والقاهرة والمنصورة والبانيسوي اللي اتدرمغت صور لشخص واحد كده منظره كده أصلا ما فيش حتى زعيم في العالم ولا تشيرشل في إنجلترا ولا دي جول في فرنسا ده دي جول في فرنسا سقط بعد الحرب العام التانية دي جول ده اتنافى بعد الحرب العام التانية وقرج من فرنسا لاجئ ده جا مصر دي جول جا مصر شارل دي جول كانش في بلد تقوي يعني والعالم اتعامل معها أنه هو ممثل فرنسا وفرنسا الراجل الدخلها درمغها هتلر والراجل ده دي جول وقف بالفرنسيين الأبطال الشجعان رجع فرنسا تاني وقهر الألمان وحفظه على اللوفروت ومع ذلك شارل دي جول اللي أجمعت عليه فرنسا والعالم كله صيد في أول انتخابات ففيش دولة بتعبد كده مافيش دولة بتعلق صور شخص ولا المسيح المسيح عيسى ابن ماريام ما بتعلقاش صوره كده عمرك شفت كنيسة كنيسة تخش تلاقي المسيح فوق المسيح تحت أبدا آه في صور للمسيح لكن في قديسين تانيين عمرك شفت أي حد أي حد يا راجل ده مارادونا كان معبود الجماهير في الكورة ما تعملش كده دولة كاملة من أقصى الأقصى تعلق صور بالكمية دي لشخص هذا الشخص اللي حارف في حرب ولا أنقذ بلاده ولا عمل أي حاجة ولا حتى عمل نعدة اقتصادية بالمناسبة وقولها الكتاب اللي بقولها في البرنامج ده أوقع تفتكي أن المستبد ببعملش إنجازات ده أنا ممكن أحكي لك حكايات وحلقات عن إنجازات هتلر في ألمانيا إنجازات أنا أحكي لك حكايات عن إنجازات موسولين في إيطاليا جراز يعني ده اللي ده عكون إنجليز ده كان قائد عظيم بتاع إيطاليا ده ومع ذلك المستبدين دول رحلوا وشعورهم بتعتذر عنهم لحد النهاردة المستبد يا أخواننا له إنجازات في الصناعة في أي نيلة إنما هو مستبد لازم تقول علي مستبد الشخص اللي يسمع إلا رأيه الشخص اللي يطيح بكل رفقاءه حتى في انقلابه ده شخص مستبد الخطر بقى بيجي إن المستبد ده نفسه بياخد شعبه إلى الهلاك زي ألمانيا وزي إيطاليا بعد الحرب عام التالية ترجمة نانسي قنقره إلى الهلاك زي ألماني